حسبنا الله أي كافينا الله ونعم الوكيل أشكد الله سبحانه وتعالى ما دارك تتخذ وكيل في الأرض لله تعالى ناث الببسي ولك دا وكيل شركة الببسي ودا وكيل شركة الكولة ودا وكيل الجي تاعت اللاجات وداك وكيل شنو الله في وكيل له في الأرض ألا تتخذ من دوني وكيلا ما تتخذ من دون الله وكيلا تقول دا وكيل لي الله سبحانه وتعالى الله ما عنده وكيل وليس له مثيل سبحانه وتعالى وليس له ند وليس له كف جل فعلا وإنما تتوجه إليه مباشر وإذا سألك عبادي عني فإني قريب شف قال له وإذا سألك هم بيسألوك إلا لكن للجواب ما قال له إجوني عن طريقك إلا قال له هم بيجو يسألوك لكن لمن يسألوك أو سألوك إذا سألوك قل لهم كذلك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدع إذا شنو إذا دعان هذا الشرط في فعل شرط وفي جواب شرط وأهل اللغة قالوا جواب الشرط لا يكون إلا بعد فعل شنو؟ الشرط أجيب دعوة الداعي متين إذا دعان إذا دعان وقدم الجواب على الفعل لإفادة الحصر دائما تقدم الجواب على الفعل لإفادة الحصر أجيب دعوة الداعي إذا دعان لم يقل إذا دعا غيري أو إذا لجأ إلي عن طريق غيري ودي العقيدة يا جماعة الزوال يأخذ من القرآن والسلم وما ينتسب لأي طائفة ولا أي جماعة ولا أي حزب لأنك يوم القيام اهتمش براك مدهو لنا باعتمد عليه فلان وأقرأ سرط البقر خلي باقي السور اليهود قالوا نحن جدا إبراهيم عليه السلام والنصار قالوا جدا إبراهيم عليه السلام لأن اليهود قالوا نبينا موسى عليه السلام وهو من ذرية إسحاق وإسحاق ابن إبراهيم والنصار نبي قالوا عيسى عليه السلام وهو من ذرية إبراهيم عليه السلام وإبراهيم يقال أبو الأنبياء ولد إسحاق وجاء منه بني إسرائيل يعقوب له إسرائيل وولد إبراهيم إسماعيل وجاء منه النبي صلى الله عليه وسلم فهو أبو الأنبياء لما قالوا ديلة أجدادنا أنبياء الله قال لهم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا شنو يعملون ده في تفسير ابن كثير قال ما تقولوا نحن أجدادنا أنبياء معنا نحن شنو نحن بعدين دربنا شنو انتهى والله صرح في القرآن وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إمام لأنه يريد الخير لذريتي ولأهلي وللناس قال ومن ذريتي برضو خلى أولادي برضو شنو يكون أئمة قال لا ينال عهدي شنو الظالمين وقال تعالى وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتي ما محسن وظالم لنفسه مبين ما تقول أنا كذي واجدادي وعمل لي قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة وقال وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقي ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك عسيبا شنكذب الحسن البصري قال يا ابن آدم ذنبك ذنبك هو لحمك ودمك لو أن الناس كلهم أطاعوا الله وعصيته أنت ما نفعتك طاعته ولو أن الناس كلهم عصوا الله وأطعته أنت ما ضرتك شنو ما عصيته أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة ويزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا شنو ما سعى تجتهد في طاعة الله وتعتمد على الله وتتوكل على الله نحن منختم بالحديثة وببعض فوائده لأنه ما عليش عندنا موعد وسللة وأنا أبيت شنو أغيب لأن الناس بعض الناس بيجي جزاء الله خير حريص على الدرس فنحن بلنا نجمع بين الخيرين قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي شنو في النار ألقوا في النار لشنو لأنه دعا إلى التوحيد وحارب الشرك وكسر شنو على أصنام وإبراهيم عليه السلام بالتحديد من أقوى الناس عقيدة ليه لأنه ابتلي بشتى أصناف البلاء بلاء بتاع تعذيب رمو في النار ألقي في النار فنجاه الله قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم منتظرين بعد كم يوم النار هدت فخرج إليهم فتعجفوا هل ما أقول النار قال لنا خلاص النار ذي شنو هاي تأكلوا لكن نجاه الله سبحانه وتعالى بعدها قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين تركن شف كون إت تترك الإلفة والبلد بتاعتك والأهل وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقية بعدين لجأ إلى الله فوهب الله له إسماعيل عليه السلام على الكبر الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء وبعد خلاص ولما بلغ معه السعي لو مات صغير مما ولده كان الزول بحزن دقيقتين وخلاص لكن بقى شباب الزول لو مات له طفل عمره ثلاثة سنة بحزن لكن بسيط لكن لو مات له ولد عمره خمسة وعشرين سنة بدعلم ألم شديد بذكر دخلة البيت إلا الله يصبروا فينا ولما بلغ معه السعي غبق شاب وإبراهيم كبير في السن بل قالوا رزق الولد وعمره أربع وثمانون سنة الآن كبير في السن بعد دشن رب العز والجلال ابتلاه في الولد وما ابتل جاء جبريل قال لا أطبح الولد لا لا في المنام في النوم أيها رب العز والانبياء حق وهو يعلم أنها حق يعني كان واحد مننا نحن كان صحة قال دكابوس وانا ما قريب تأيت الكرسي شغال دي هنا يسايا يخدو لدي ما حقول برؤية لو واحد مننا نحن نحن إيمان نجنو ضعيف لكن برؤية ساقو وين تلهو للجبين وضعه في الأرض ووضعه على وجهه شام ما شنو يريق له وشال السكين فدار يطبح بعد ذاك الله شنو فرج عنه سبحانه وتعالى فإبراهيم من أعظم الناس بلان ومن أعظم الناس إيمان لجاء إلى الله حينما ألكي في النار ولما جاء يوم الأحزاب وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم أو في يوم يحد قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم شنو ونعم الوكير حصل لهم الموقفين في يوم أحد حصل لهم الموقف ذا وحصل لهم برضو في يوم شنو الأحزاب نفس الموقف حصل لهم وبيناه في الآيات إذا مدى الله في الآجال نأتي ونواصل في أبوابه هذا الكتاب وفي أحاديثه الناس تحرص على سماء الحق وعلى نشري بين الناس ونحن والله لا ندعو إلى حزبية ولا إلى طائفية ولا إلى جماعة ولا نريد من الناس شيئا إلا أن يستقيموا على دين الله وأن نذكرهم بل ونعلم أن في المجلس الذي يستمعون فيه من هو أعلم منا وأفضل منا نحسبه عند الله سبحانه وتعالى لكن من باب المذاكر الناس تجي تسمع وتبلغ دعوتهم جزاكم الله خيرا على سماء